بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فهذا تقريض كتبته على كتاب إرشاد المهرة في أساند المحضرة لفضيلة الشيخ العلامة محمد وحظيه بن محمد علي ابن محمد فال بن نعم العبد المجلس الأموي حفظه الله ومد في عمره كتاب جليل جل في عالم الكتب وجدد في التاريخ في المنكب الغرب وسد فراغا كان في مكتباتنا بوصل أساند المحاضر والكتب وأنشر ما قد كان طول المدى طوى وأقبر من آثار آسادها الغلبي وأرشد أصحاب المهارة والهدى لأنفع طرق السير في أثر الركب وأبدى به الشيخ الإمام عجائبا بها عجب يهدي ويشفي من العجب محمد يحظيه الكريم سراجنا مجلس باق العلم في فيفيه الرغب محط رحال الدارسين مجرب لوضع الهناء في مواضع ذي النقب بحيث يقاني العلم والفهم والتقى مع الجود والأخلاق جنبا إلى جنبه مع الأدب الراقي وشعر مهذب وذوق الرفيع لا يحيد عن الدرب إلى نسب في العز والمجد باذخ ترقى من الأعياص في المرتقى الصعبي أبو أحمد الندب الكريم أبوهم تناقل عنه المجد ندب إلى ندبي وقد خلقت للفهم ظرفا صدورهم وأعمارهم للشغل بالفرض والندبي وأرجلهم للسبق في صبول العلا وأيديهم للبذل والبحث والكتب وقد بلغوه المجد والعز والعلا مراتب قصوى لا تقرب بالنجب وفي مجلس العلم المهيب توسطوا بصدر به كانوا بمنزلة القلب لدى قبة لإسلام معقل عزهم على الطائر الميمون والمنزل الرحب كما آل نعم العبد للناس نعمة موطأة الأكناف كالمنهل العذب مطاعين في الهجام صابيح في الدجام فاتيح أغلاق مفاريج للكرب وذا الشيخ يقفو من أبيه شمائل يساويه في كل المفاخر أو يربي تآلفه ظن الزمان بمثلها لها السبق مضمون على البعد والقرب كأن أبا حيان يقصد كتبه بأبياته إذ قال في البحر والضرب مشارق أنوار تبدت بسبتة فواء عجبا تبدو المشارق بالغرب ومرعا خصيب في جديب ربوعها لا فأعجبوا للخصب في موضع الجدبي فما فضل الأرجاء إلا رجالها وإلا فلا فضل لترب على ترب ترجمة نانسي قنقر